السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدرين من اكثر الشخصيات اذا ما كان اكثر الشخصيات اللي انذكرت عندي في الكومنتات بسبب مكانه او اختفاءه عن عالم اللعبة انا باختصر لكم الموضوع اخوان من علي مين the first step جنوبا تتجه بتحصل هذا البوس يمكن اغربكم يعرفه وممكن قاتله وممكن الذيب شارك بعد في هذا القتال معاه اذا انك كلمته قبل لتقاتل هذا البوس ممكن الذيب يجي ويساعدك لكن اللي ابغى اتكلم عليه انك لو مضيع الديب وما حصلته في الاماكن اللي برويكم اياها في الفيديو ممكن مشكلتك انه موجود في هذا المكان مجرد ما تيجي يتوقف هنا رح يعطيك الخيار انك تتحدث لكن تتحدث مع من تتحدث على بليد اللي محشور تحت او مسجون عن طريق الحداد هذاك الضخم اسمه ايجي اذا مخطيت المهم رح يقول لك وش السالفة زبدا انه كان يمسكه لان الحداد هذاك كان خايف انه رح يكون مصدر ازعاج او مصدر خطر يعني على الساحرة اللي برضه شرحنا الكوست لا ينتبعها اللي هي رينا فهو خايف على رينا وفيه سالفة معقدة يعني اللعبة هذي من احلى شغلات فيها ان كل خيار يفتح لك ابواب ثانية المهم انا حبيت اني حط هذي في المقدمة لانه ممكن مشكلتك تكون هنا والسلام عليكم باقي الكوست ممكن تعرفه وتعرف كيف تخلصه واغلب الناس يسوون هذا الكوست بسبب الدرع الرهيب اللي يحصلونه من هذا الديب ومن اول يوم افتح الانتساب اشكر اول اثنين ينتسبون في القناة اللي هم هالمشاري واذا اعذرني اذا اخطيت بالاسم وهنتر فيرج الله يعطيكم العافية جميعا وخلونا نرجع للمكان اللي تقابل فيه الديب اول مرة في اللعبة اول شي من بدايات اللعبة اذا جيت للمستود الى هذا المكان راح تسمع صوت الديب واذا رجعت للتشرشوف اليه وكلمت هذا التاجر راح يطرع لك الخيار اللي يقول او تسأله عن صوات الديب اللي موجودة في المستود راح يعطيك حركة الفنقر سناب اللي هي الحركة هذه تقريبا واذا طبقت هذه الحركة عند المستود وين موجود الصوت او جنب المكان اللي فيه الصوت راح يطلع لك الديب وراح تكلمه هذه اول مرة ممكن في بداية اللعبة انك تكلمه واذا جديد على لعبة وكلمت الديب هنا اول مرة راح يعطيك الخيار انك تقدر تستدعيه في قتال هذا البوس طبعا البوس هذا الحشرة الكريه راح يفرق معك كثير في البداية اذا ما اطورت كثير فراح تحتاجه لانه هذا خفيف وسريع هذا البوس وسلاحه رهيب فراح تكون علامة الديب موجودة قدامك هنا راح تسوي لها السمن وراح يقاتل معاك ويساعدك ويسهل عليك الاقتال بشكل كبير بعد ما تخلص الفايت راح الديب يعطيك هدية اللي هي سومبر سميثينج ستون 2 وراح يقول لك اذا رحت باتجاه الراية لوكارية وقابلت الحداد الضخم هذاك طبعا انا شرحت مكانه في هذا المقطع اللي ما يعرف المهم اذا رحت هناك اريت انك تكلم الحداد ويقول لها انك من طرف الديب فما راح يقصر معاك المهم يتوسط لك وفي شغلات حلوة يعني بداية اللعبة الصراحة فاتتني شخصيا وانه ممكن يقاتل معاك ويعطيك الامور هذي ويعرفك على هذا الحداد يعني بطريقة ثانية تقابل الحداد فهمت انك تجي تقول لها اني عن طريق بلايد المهم واذا رحت الحداد وذكرت بلايد وتميت تتكلم عن هذا الحداد الضخم راح يقول لك بما انك خوي بلايد راح يعطيك هذا الايتم او ممكن تشتري من عندي شغله غير السومبرستون 1 أو 2 أو 3 أو 4 بتحصل هذا الايتم عنده اللي يسوي تقريبا lower focus point فممكن يفيد السعره المهم هذي كانت بداية بلايد وكيف ممكن تقابله عن طريق صوته او عن طريق التاجر الحين يا اخوان اللي ما شاف المقطع حق رينا نفس الميشن بالضبط مرتبط مع رينا عشان كذا انا قلت بلايد ذكرته في المقطع هذاك ومن هناك الوضع ايزي راح يشارك معاك بالغتال ضد رادان وقبل ما يشارك معاك بالغتال ممكن تحصلها في هذا المنطقة او اذا كنت ما زلت مضيعة ممكن تحصلها برضه في هذا المنطقة انا بس حبيت ان استعرض لكم جميع الاماكن اللي موجود فيها هذا الديب ممكن انك تدور بنفسك وتشوف في احد هذا الاماكن واكيد بتلقاها ان شاء الله اذا ما لقيته خصوصا في بداية المقطع محبوس تفرج عنه المهم يا شباب السوفيا ريفر راح اطركم طريقة كيف انك توصل لها طبعا لازم انك تيجي عند هذا البير في البداية وتنزل منه وبعدين راح اكمل نفس المقطع بالضبط وبتحصل نفس الدرج تطلعه مرة ثانية وبعدين فيه نفس اللفت بتطلعه مرة ثانية يطلعك فوق ومن بعد هذا اللفت بتمشي باتجاه هذا الدرج طبعا عند الدرج بتحصلون الماب لو بدك تاخذ الماب وتكشف المنطقة هذه كلها ضروري وبعدها راح تمشي على الحافة لين ما توصل عنده زاوية هذه وراح تحصل فيها الديب موجود في هذه المنطقة بالضبط فهذه احد الاماكن اللي موجود فيها الديب وهذا انا غطيت اغلب الاماكن اللي ممكن يتواجد فيها الديب المهم الحين بفترض انك كملت معي المشن حق رينا بالكامل وتحييها عن طريق الخاتم انك تلبسها اياه وترجع للحياة هذا اللقطة هذكر انها كانت في نهاية المشن حقه راني لكن مثل ما اقلت لكم المشن مرتبط مع بعض راح ترجع وتحصل الديب موجود في هذا المكان وراح تقاتله طبعا بعد ما تهزمه راح تحصل اللبس كامل او الدرع كامل تبعه من اجمل الدرو اللي موجودة في اللعبة طبعا الراس مهوبة في نفس المكان راح احضركم المقطع وين تأخذون الراس تبع الديب لكن اللي ودي اذكره انك لو رجعت الى الحداد الضخم وقلت له سالفة بلايد وانك قتلت بلايد وكذا راح يزعل او يحزن وراح يقول يا بلايد انا جايك بالطريق النفس المكان اللي انطرحته يعني قصده بيموت وفعلا بعد ما تسوي باس تايم او اذا فرفرت في اللعبة شوي ورجعت راح تحصل الحداد الضخم هذا ميت وراح يختفي قدامك في نفس المكان اللي جالس فيه وبس يا شباب اعذرون الصوت شوي اليوم منتهي والله تغيير الجو شوكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعذروننا على القصور شكرا